اشتركوا في القناة بمناسبة عيد تحرير سيناء قررت البرصة تعطيل العمل اليوم بعدما منحت الحكومة العاملين بها والقطاع الخاص أيضا أجهزة رسمية مدفعة الأجر على أن يستأنف العمل بالبرصة يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من إبريل الجاري كانت البرصة المصرية قد أغلقت عملات أمس الأربعة على انخفاض في مؤشراتها تدولات بلغت قيمتها الإجمالية ثلاثة مليارات جنيه وستمائة خمس وسبعين مليون ترجمة نانسي قنقر